الاقتصاد الأمريكي سيدخل في حالة ركود هكذا يعتقد 98% من الرؤساء التنفيذيين حسب استطلاع أجرته مؤسسة The Conference Board ستعاني وولستريت من الخدمات المصرفية الاستثمارية والتداول رغم أن المستهلك حاليا لا يزال قويا نسبيا إنه أحد أهم الأشياء التي اعتقد أننا بحاجة إلى اتباعها كمستثمرين هل سيزداد هذا السوق سوءاً؟ حسناً إذا بدأ المستهلك في توقف عن الإنفاق نعم فسوف يزداد الاقتصاد سوءاً ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي الناتج عن رفع نسبة الفائدة من قبل الاحتياط الفيدرالي قد يؤثر على اقتصادات دول أخرى لا يمكننا مجرد التفكير في الولايات المتحدة على الصعيد العالمي ما يفعله الدولار نتيجة رفع نسب الفائدة أو ارتفاعها هو بمثابة كرة مدمرة في جميع أنحاء العالم وزارة العمل الأمريكية قالت قبل أيام إن نسبة التضخم وصلت إلى نحو ثمانية في المئة الشهر الماضي رغم كل الجهود التي تبذلها إدارة بايدن لخفض هذا التضخم انخفاض النمو الاقتصادي للولايات المتحدة في الربعين الأول والثاني من هذا العام وتباضء المبيعات وارتفاع معدلات البطالة كلها مؤشرات تؤدي إلى الركود الاقتصادي حسب مختصين رضا بو شافراء سكاي نيوز عربية نيويورك